موسيقى في الكواليس قلت لي انتو مكتو ساكنين في المعاريف وتحت منكم واحد دجال حكي لي على هذه الفترة وكيف اشكتي لكن عزيز علي ان نزل كتبود عني اه عدوة تكشي ماشي الخاطري هاكم نازلت او اللي غدي داقة عدولتها من زورك اوكاك الام ديالي كنت تتحضرني من المسألة حذيرا umar أنا لنخفش منه ما حذر تتحدث عنه ما حذر تشت wissen اومرا و، مغاربة אז اومرا من العلون تمهالكوا بعينوا Well live شخصيات المصرية الممتيلة عد �مام و من النشاطal بالمال والبانون عادي الإمام كان يجي عنده وكان يجي عنده ده كان ممتلة شكي تسمى اللي كي متلقى زابط إقاح فمال البانون عزيزي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى من السوديو صوت العادي اليوم غادي نتكلم عن العالم الآخر هناك العديد ديال المغاربة ما غاديش نعموه ولكن غادي نقوله واحد العداد ديال المغاربة ماكي آمنوش بنظرية العالم الآخر أولا ماكي آمنوش بالسحر ماكي آمنوش بالشعوادة كين اللي مشا بعيد قاعوا ماكي آمنش حتى بالجن واحد العداد ديالناس ماكي آمنش بالتلبس دي الجن بالإنس واحد العدد دي الناس ما كيآمنش بالقصص اللي كتحكى في السوشال ميديا دي العالم الآخر اليوم غدا تكون القصة طويلة اللي غنطروا أننا نقسموها الحلقات لأن موضوع هذا السيد اللي معي اليوم هو كيسمي راسه بفقيه متخصص في الرقية الشرعية لكن من مورة هاد الفيديو واش غنعتبره هاد السيد بفقيه أم ساحر أم دجال أم كذاب اليوم احنا كاملين وأنا معاكم غدينطرح أسئلة دي المغاربة الأسئلة اللي كتجي ديمة في التعليقات ديالك ولكن عندي واحد طلاب عندي واحد طلاب لبعض الناس اللي ما كتآمنش ما كتآمنش كيبقى دك شي ديالك تحر تواحد ما غديسلب منك هاد العقيدة شغلك هادك غير اللي يجازك بخير ما كتآمنش هنحتارموك ولكن نحتارم الآخر بدون تعليقات جارح طرحوا عنا أسئلة ديالكم أنا ممكن نستطدف هاد السيد من غير الحلقات اللي غندير معاه اليوم ممكن نستطدفوه مرة أخرى ونطرح لأسئلة ديالكم لأن دك شي اليوم اللي غدين تسمعوك الخيال العلمي دك شي اللي غد تسمعوك شي حاجة اللي ما عمركم موقع لا سمعتوها هاد شي كنسمعوه غير في قصص تروع كين بعض الإخوان اللي كان حشارمهم أنا في اليوتيوب اللي كيحكيوا قصص ديال المشاهدين ولكن عمرنا ما شفنا شي واحد كيحكي هاد شي اللي غير يحكي اللي غير يحكي الناس سيد اليوم عمرني أنا ما شف واحد كيقول ياك نشوف الجن عمرني ما شش شي واحد أنا معي بعضها شخصيا تشي واحد ما جبرك معي كيقول ياك نشوف الجن بالعين المجرادة هاد السيد قالها ليا هاد السيد عنده قدرة انه يشافي أمراض مستعصية هاد السيد عنده قدرة انه يشافي بعض الحالات ديال السحر وديال المس اللي يستعصاو على أروقات وخرين هذا كلامه وكذلك يقول انه عنده قدرة على كشف الكنوز المرصودة من طرف الجين عنده قدرة انه يحدد المكان ديالها القدرة ديالتو قل لك فاقت القدرة ديالتو اللي كيديتكتي على الأشياء التامينة تحت الأرض عنده قدرة كتار من داك الديتكتور ممكن انه الديتكتور مايجبدش الشنوكين في ديالبلاسة وهو يجبدو علاش قل لك لانه كينشي حويش كتكون مرصودة من طرف الجان وخيكون الديتكتور مايجبدهش فأعزائي المشاهدين كنت منه انه الاسئلة ديالي تكون شافية ليكم مع هات السيد في الحلقات ديال اليوم السي محمد مرحبا بك على صوت العدالة وكيف قلت ليك قبل ما تجي عندي قلت ليك واش مستعد لجميع الاسئلة ديالي سنعودها لك دعبا السلام عليكم السلام عليكم محمد صلى الله عليه وسلم تحياتي للجمهور لكي شاهدنا وتحياتي لكل شيء ما نمس تألأي سؤال ان شاء الله عزائي المشاهدين سي محمد شاب في عمره 47 سنة ياك 45 سنة والغريب في الأمر انه صغاق فيك انسماعات القضية دي والمعاريف والقلب الضار بيضاء والد حي راقي صغاق فيك تلقى شي والد حي راقي يطلع ويقول لك نفقيه ولا اسميته راقي ولا المهم تسمية أنا بالنسبة لي تسمية انتو من اللي غتسميوه هو مسميره وصفقيه أنا ما عرفش في نصرف وش في موش عويد ولا فقيه ولا راقي هاد شي كله غنجيوه معاه في أسئلة دياليوم السي محمد أولا انت والمعاريف حي راقي بعيد كل البعد على لا روقات ولا فقها ولا دريري اللي كبروك يعرفوغا اللبسغا الخروج الدوران الدريات عندهم عالم قليل مثلا في هذا السكتور خاصة في واحد لوقيته ديال السبعينات والثمانينات في كل قوشي حد ملتازم ولا حافظ القرآن وحاد القيلة قليلة حكي لي يا لسي محمد شكونا هو كيفاش كبرتي فين كبرتي أشقريتي البيئة مايما كبرت في البيئة شوية وخالها في حي راقي كنا دماء نكاو أقال أمكانيات ولكن سأل قدر تحول حياتنا الأسوأ والحمد لله على كل حال هذا من بدأ الأول أنا كانت تكلم على مسألة كيفاش تنجيلة الرقية وكيفاش راقي ماشي سهل وماشي بغيت أنا لوري راقي بلا ضغطت علي الظروف قبل أن تصل للرقية محمد قريتي قريتي الدين ما من ناحية المدرسة لم أكن متوفق فيها دوز يم في دانية اعدادية وتوقفت شخصيا لم أكن رأيي أني نكمل لم أكن ماشيت للقرآن الكريم التجأة لله وان شاء الله هو الأول والأخير غير تحفظ القرآن وحفظ القرآن عند واحد سيد يقول للمرحوم هو اسمه المرحوم أصلا ولمات الله رحمه في عيلا وإذن السيد كان عزيز علي وفقه واخ قبل أن نصل ل هذه المرحلة من اسمه في الكواليس قلت لي أن أنتم كتو ساكنين في المعاريف وتحت منكم واحد دجال حكي لي عن الفترة وكيف كتاب الفترة كان دجال هو كنت تسخر لي أنا جمعين يدخل عندهم تسخر لي كل شي يجيب لي أي عادة هذا يحب يدخل على الدلطة لا هو هو هذا جلالة كل أسبوع يدخل الحضرة نعم عند الطقس لباس أبيض أخضر لباس الأكحل كل عنده الطقس كان عنده ميرا وميمون وميمون كان يطلع جنون فاتشي وانا كان عزيز علي ينزل كتو ودع عدوة ذا شي لي خاطر يدخل من زوق و كنت تتحضرني من المسألة حضير شواف رمو شعويد ويوكلك شي شعر وانا كنت نخفش منه وفعلا وكني عزيز شي كليتو وكني توكل واداني وكتعرف مشعويد رجل من وغل الادا ما عليك سي كتدخل عنده نجل من السيف هذا كتيم استفاد معه كنت يجي عنده أمارة كنت عنده الأميرة أمارة مغاربة ولا برانية أمارة من السعودية شي من طرف الشيخ زيد شي شيخ فيصل عفونا شيخ أميرة سعودية أميرة سعودية بنته كنت كنت كتجي عنده أميرة كان كان يجي وعنده شخصيات من شخصيات المصرية الممثلة عادي الإمام وممثلة الممثلة المال والبانون عادي الإمام كان يجي عنده وكان يجي عنده ممثلة ما تسمى لكي متلق زابط إقاح فمال البانون نتفرج فيه كان ضابط إقاع دابط إقاع ولي كان يجي عنده زيد كان أميرة سعودية هذه الإمام دابط إقاع أميرة جابت لها 17 حولي وش بقرات حسب سوم كام لعبة لدرجة أن يحفظ اسم ديالا هذا شيء بكري يام صغر ديال كنت يام حسن ثاني المرحوم الله الحمو أجام الملك حسن ثاني كان يجي 90 كان يجي الإعلام ديال وفض 80 وكان عندي محبة وكان المشعويد يجي احتنا زهري وكان يدخل عنده وكان يبغي ولكن في حضرات ديال وكان يقول لهم ترفض حضرات لما يدير لباس ديال وكان شيء لم يكن يطح لم يكن يطح حتى يقول لهم خرج وعدها علي أنا إذا كنت حاضر لن يطح لم يكن أفهم الحضر أنا لم فهم رأسي لا عفو كان حضر يقول لهم هذا يخرج من مبينتنا كانت الأميرة كين وكانت تسخر عند الحراس أو الكادكور وكانت تكمل مبورو كين كانت تسخر لها وكانت تعطيني الفلوس وتزيدني وتعزيز على أنا كنت تقول خلي وبرك حدايا لي أنا بزاف وكان فهم شيء كنت تعزيز على أنا فقط تقول ما تسخر برك حدايا وكان تسخر أنا وعند الخادم ورغم من ذلك أنا تسخر أنا الراس وكان تسخر فيك وكان دائما تسخر فيها كنت تسخر لها وكان نفرح زيد زيد تكمل لي كل هم شخصيات الذين كانوا يأتي عنده هذه الإيمان أنا أقول لك صراحة مت تكون أسماء ديانهم ملا مغاربة فنانين مغاربة فنانين مت تكون أسماء ديانهم أول أنهم مضاربين معهم وكان يأتي عنده فنانين يدروا يريدون غرور بلاصة يدروا يقول لهم القبول فنانين يريدون أنهم لا يمكن ذكرهم فنانين مغاربة يأتي وكان يريدون لهم ثان ما يريدون إيمان أعرف أشياء كيف لا يمكن أن أن أعطب هذا لذلك وعاد الإمام وذلك ذابط إيقاع وذلك شيء كان يدخلهم لكي لا تستمرك معهم الوحيد الذي يتمرك على الأميرة وعاد الإمام وذلك ذابط إيقاع ما كانوا يدرون الحضراء كانوا يدرون الحضراء ولكن سرية كانت تكون سمة، كانت تكون في شيء ضارح كان عقبهم، كان يمشون شيء ضارح أما الأميرة كانت تدر بالعلالي كانت تجيب مرسيديس خضراء كان عقل، كانت تستخفية، كانت تجيب سيارة عادية وكانت تلبس لباس متبرج وكانت تتبرك، وكانت تدري ما معي كثيرا كانت تجيب الأميرة كانت تسميته كبار؟ كانت تلك القصر تلك القصر كثيراً، كانت تشعر تلك القصر بجد من المكعبة السعودية ومرباء،، سؤولين… كانت تلك الوزارة، كانت تلك القصر، أつعر الأحضرة، كثيراً كانوا كليان دي أمد السعودية؟ كانت تلك القصر قصرة كانت تلك القصرة؟ كانت تتشرط عليها، كانت تلك القصر وكانت تجيب الأحضار المتجمع غير في الحضراء التي يريد أن يطح فيها لا يكون لهم مادسين لا يريد أن تصدق لي ولو تنبرك وماذا تصدق لي ولو ماذا نقع عليك معه لتحلف عليك؟ نقول لك الحقيقة هذا لي فخ وعر حتى حرقت لي ذلك الجنية التي كانت فيه كيف حرقت لي ذلك الجنية؟ أنا بدأت أن تعلم القرآن وذلك وعرفت هذا الشيء الذي يدير حرام والشركة لم يكن أعرفه ولو المرأة الأولية كنت تدخل بقية صغيرة لا أفهم منه لكن أعرف لما تنفرق لا يبين شرك لا يبين توحيد لا يبين توحيد لا يبين توحيد ولم يريد أن نعرف توحيد من الشيخ بنبازة كانت يترسل معي في السعودية شيخ بنبازة صخصيا سلم على الشيخ بنبازة من هذا الممر هذا السعودية رحمة الله عليه هو بعد ذلك سلم عليه وخاوة مات الله يرحمه كانت سلم على أهل الشيوخ السعودية اللي يعطقوني والأولى للدين كان يترسل معي ومن بعد ذلك رحمة الله عليه كان يترسل معي وكتب لي رسالة بالخط يدي وكان يريني توحيد ومسائل فتعلمت منه على يديه وليع تقنيم من الشرك كنسان في الشرك كان مغامس فيه حياتك عادة ولكن الحمد لله لما بدأت نعرف قرية التوحيد والصورة التي تترسل معها أولا أن أحفظ الصورة هي قل الله وأحد من بعد ذلك السعود قرية القرآن لديه الشيخ المرحوم وسميت المرحوم شيخ المغربي فقير والسميت المرحوم الله يحمه ورامات وفا ولي تعلمت عن قرآن نعم ومن بعد ذلك السعود قرية عليها ويتحرق عليها جنيا نزلتي في قطة الحضرة لدينا الدجال لأجهاركم كنت تتعلمت هذه القادية كنت تتصني طائم كنت تتح ويصبح لبس اللباس فطح ويصبح 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 للمتدقاء الذي كان فيه تقول قال الله وأحد الله وصامة كيف تتسهزئ بك لا أنا أنا سلمة وأميرة كنت تقول أنا مسلمة قلت لها حاجة واحدة تقدري تقرأ معي الكرسي وحلتها ويقول لي جنيا لا إلا هذه قلت لك إذا أنت كافرة إذا أنت كافرة إذا أنت كافرة وقد تبس لباس الإسلام وغير علم الله تقرأ معي الكرسي قلت لك لا تقرأها قلت لك لا تقرأها وصلت إلى العي القيوم ويتحرق أنت بقي صغير قلت بسم الله فهمتي الفرق لا يكون الحلال والحرام فرقتي لا يشيركو وسميتو قلت قريتي حرق سياع وقلت على أساس النية كانت النية طيبة وهذه يسر لك سيدة ربي وانت كتعتقد أنك حرقتي جنية لأن ما شئ أنا لما شئتش بعينيها كتتحرك أولوك إنما على لسان الجنية كتبت أن أحترق ثم ماتت ولكن هو لما قام من من غيبه بدياله الذي كان فيه كان يحضر قال لي ما شئتش كان هنا حيث أنا هربت ثم طلعت لفوق هو قال لي كان فلان علينا طلع عندي قال الوليدة هذا ما يلقاش يدخل عندي أحرق لي يدك الجنية والله ما نخليها فيه أهلا فعليا أهلا فعليا وبدك يدلي السحر للأدواء للإنسان والناس عندي دابة عندي حاليا عندي أدواء شديدة مع البصر مشي كل شيء اللي فيهم السحر